عملنا استغاثة أثناء المطر والسيول بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبالفعل الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لنا على طول وما تأخرش علينا وأحنا عندما سمعنا اللي هو حييجي ويشرفنا وكده وبالفعل جيه وحضر وأحنا جاب لنا رئيس والرئيس بكل شفافية سألنا قال لنا أنتوا عايزين إيه؟ قلنا له يا رئيس أحنا عايزين البيوت المهدومة دي من أثار السيول قال لها هتتبني تاني والرئيس قال دلوقتي فورا هتتبني أنا كنت متضررة من السيول الغرفة وقعت على جهازي وعلى حاجات المنزل حاجات خص المنزل وبعدين قابلت الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر ونسيت أن أنا كنت متضررة الأول في البداية وطلبت منه أنه يحضر معايا فرحتي وعدني أن كل حاجة هتخلص قبل معاد الفرح بإذن الله مؤسسة حياة كريمة الإخوات اتصلوا بيها مبارح وقالوا لنا تعالوا عشان تختاروا هدية الرئيس لقلاء ونزلنا اختارنا الحاجات وجبوهنا وبنشكر السيد الرئيس وبنشكر مؤسسة حياة كريمة أنا بشكر السيدة الرئيس على ما عمله مع بنتي وبعدين هي مصر كلها أولاده إحنا أولاده وبعدين الرئيس بصراحة ما بيقولش حاجة ما بيقعدش اللي ما بينفذ وما بينساش اللي بيقوله اللي ما بينفذ